السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وصديقاتي مرحبا بكم إذن فيديو اليوم خاص بأنشطة الحصة الثانية من التصبيقات الكتابية للأسبوع الأول دائما مرجع مرشدي في اللغة العربية للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي إذن سنبدأ هذه الأنشطة مع الثرف والتحويل أصرف الفعل ملكة يملكه حسب ما يأتي إذن في الماضي مع أنت نحن أنتما أنتنا هم إذن في المضارع مع أنت نحن أنتما أنتنا هم إذن نفس الضمائر وفي الأمر إذن سنصرف الفعل ملكة يملكه في الماضي والمضارع والأمر مع نفس الضمائر أنت نحن أنتما أنتنا وهم إذن سنصرف هذا الفعل على هذا الشكل إذن سنقول أنت ملكتي نحن ملكنا أنتما ملكتما أنتنا ملكتنا هم ملكون وفي المضارع نقول أنت تملكينا نحن نملك أنتما تملكاني أنتنا تملكنا هم يملكونا وفي الأمر نقول أنت إملكي أنت إملك أنتما إملكا أنتنا إملكنا أنتم إملكو إذن هذا هو الجواب وهذا هو صرف تصريف الفعل ملكة يملكوا حسب الضمائر وحسب الأزمنة المقترحة إذن الآن سأمر إلى السؤال الموالي دائما أنشطة الصرف والتحويل إذن السؤال الثاني أحول حسب المطلوب الطفل مد يد المساعدة إلى الصديق إذن إلى إذن سنقول إذن هنا الفعل المطلوب يعني تصريفه هو الفعل مد إذن فهو فعل صحيح مضعف إذن نقول ليلة مدت يد المساعدة إلى الصديق خالد وأحمد مد يد المساعدة إلى الصديق البنات مددن يد المساعدة إلى الصديق الأولاد مد يد المساعدة إلى الصديق إذن هذا هو الجواب عن السؤال الثاني إذن الآن سنمر إلى السؤال الثالث أصرف الفعل أكل يأكل حسب الجدول إذن سنصرف الفعل أكل يأكل إذن في الماضي والمضارع والأمر مع أنت نحن أنتما أنتناهم إذن نفس الضمائر التي سبق ورأيناها في الجدول السابق يعني الاختلاف هو في الأمر فنحن نوجه فعل الأمر إلى المخاطب فقط أو ضمائر المخاطب فقط إذن تصريف الفعل على الشكل التالي إذن سنقول أنت أكلت إذن في الماضي نقول أنت أكلت نحن أكلنا أنتما أكلتما أنتنا أكلتنا هم أكلوا وفي المضارع نقول أنت تأكلين نحن نأكل أنتما تأكلاني أنتنا تأكلنا هم يأكلون وفي الأمر نقول وفي الأمر نقول كلي كل أنت أكل أنتما أكلا أنتنا كلنا أنتم كولوا إذن هذا هو الجواب يعني تصريف الفعل أكل حسب الضمائر إذن الآن إذن الآن سنمر إلى التركيب إذن مع السؤال الأول أدخل أحد النواسخ الحرفية إن وأخواتها على كل جملة مما يأتي مع الشكل إذن الطفل له حق الرعاية ليت الحياة تدوم هنا يجب أن ننتبه بأن النواسخ الحرفية إن وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها إذن الآن سنتمم مع السؤال الثاني إذن سننجز متطلبات الجدول إذن لدينا الجمل سنستخرج إنا أو إحدى أخواتها اسمها خبرها ونوع الخبر إذن لعل المطار يسقط لكن الورد في المزهرية إن الطفل رعايته واجبة أخبرتك أن الكتاب فوق الطاولة ليت الطفولة تعود يوما إذن الجواب عن هذا السؤال هو على الشكل التالي إذن لعل المطار يسقط إذن إنا أو إحدى أخواتها إذن لعل اسمها المطار خبرها يسقط إذن نوع الخبر هو جملة فعلية لكن الورد في المزهرية إذن إنا أو إحدى أخواتها لكن الناسخ الحرف لكن اسمه الورد خبرها في المزهرية إذن نوع الخبر هو شبه جملة إذن فهي جار ومجرور إن الطفل رعايته واجبة إذن الناسخ الحرف إن اسمها الطفل خبرها رعايته واجبة إذن نوع الخبر جملة اسمية أخبرتك أن الكتاب فوق الطاولة أن إذن اسمها الكتابة خبرها فوق الطاولة إذن نوع الخبر شبه جملة كذلك ليت ليت الطفولة تعود يوما إذن إن أو إحدى أخوتها ليت اسمها الطفولة خبرها تعود أو تعود يوما إذن نوع الخبر هنا جملة فعلية إذن نوع الخبر جملة فعلية نمر الآن إلى السؤال الموالي إذن السؤال الثالث أعرب ما يأتي إن الطفلة رعايته واجبة إن الطفلة رعايته واجبة إذن إعراب هذه الجملة إذن على الشكل التالي إذن كن حرف توكيد ونصب الطفلة اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره رعايته مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره تو رعايته وهو مضاف واله ضمير متصل في محل جر مضاف إليه واجبة خبر المبتدأ واجبة خبر رعايته خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره والجملة الإسمية الجملة الإسمية رعايته واجبة في محل رفع خبر إنا الآن سنمر إلى فقرة الإملاء إذن أسئلة الفقرة الأخيرة فقرة الإملاء أو مكون الإملاء سؤال أول أكون ثلاث جمل مفيدة تكون في كل منها كلمة ابن محذوفة الآلف إذن يجب أن تكون كلمة ابن محذوفة الآلف يعني يجب أن تقع كلمة ابن بين اسمين على مين إذن الجمل الأولى علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين إذن ابن علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين يا ابن أخي تمهل إذا لاحظوا هنا همزة ابن أو الآلف هنا محذوفة لماذا لأنها جاءت بعدي النداء محمد بن عبد الله آخر الرسل عليه أفضل الصلاة والسلام إذن هذه هي الجمل التي تضم كلمة ابن محذوفة الآلف الآن سنأتي بثلاث جمل مفيدة تكون في كل منها كلمة ابن متبتة الألف إذن سأقترح عليكم الجمل التالية حضر ابن الأكرمين حضر ابن الأكرمين كن ابن من شئت واكتسب أدبا حافظ على النظام ابن أختي إذن الآن سنمر إلى السؤال الثالث والأخير أوضح سبب كتابتي أو حذف الألف ابن فيما يأتي إذن عمر بن الخطاب إذن لماذا حذفتي الألف لأنها وقعت بين عالمين ابن مسعود إذن هنا تبوث الألف لأنها في أول الكلام ابن عباس كذلك تبوث الألف لأنها في أول الكلام عمر بن العاص هنا حذف الألف لأنها وقعت بين عالمين ابن عمر إذن تبوث الألف لأنها جاءت في أول الكلام أو وقعت في أول الكلام إذن وبهكذا أصدقائي ننهي هذا الفيديو أتمنى لكم متابعة طيبة لا تنسوا أنه بإمكانكم أن تجدوا جميع دروس هذا المرجع في قائمة تشغيل تحت عنوان مرشدي في اللغة العربية للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي على القناة إذن إلى الفيديو القادم إن شاء الله تعالى إلى اللقاء